المطلوب من كل اللاعبين وقبل ما يرجع مرة تانية كجناح المطلوب من كل اللاعبين أن يكونوا في قمة تركيزهم لأن الجميع في حسابات منتخب مصر إصحوا يعني معايا يا رجالة ده رسالة فيتوريا للعبي طيب سريعا جدا بما أننا خلصنا كلاما عن المنتخب لكن هنرجع له مع الكابتن طارق السعيد نجم الكرة المصرية خلال دقائق قليلة جدا أقول لكم خبرين واحد من الأهلي واحد من الزمالك من الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي عجبني قوي الفيديو بتاع الكاف النهاردة هنتكلم عنه مع الكابتن طارق السعيد كمان دقائق للحظات ما قبل وخلال وما بعد نهائي دوري الأبطال أمام الوداد هناك في المغرب الشناوي بينتظر عرضا هو بيمتلكه بالفعل لكنه لم يصبح رسميا بعد من أحد الفرق فرق القمة في المملكة العربية السعودية والعرض ده ربما يصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى النادي الأهلي رسميا ما يرغب فيه محمد الشناوي اللي وجه للأهلي شكرا رسميا في يناير اللي فات لأنه ضحى بعروض سواء من النصر السعودي أو من وجن في بيان رسمي ما يرغب فيه لاعب أنه يقبل هذا العرض ولو على سبيل الإعارة باعتبر أنه ده هيبقى عرض مادي جيد جدا وهيبقى بالتالي تعويض لي عن الفترات الماضية إلى جانب أنه أدم للأهلي الكثير وتوجى مع الأهلي كقائد بالكثير من البطولات أبرزها تلت بطولات دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأربعة الأخيرة ولكن ما يفكر فيه الأهلي حاليا هو فكرة الخوف من انحلال عقد الفريق بمعنى أن حسين الشحات ممكن حمدي فتحي ربما محمد الشناوي هيبقى ساعتها هو كمان فبالتالي الأهلي آه بيحاول أنه يجهز البدائل ديانج كمان ممكن يمشي ممكن ده على مستوى الكلام اللي بيروح وييجي والعروض الشفوية لكن أهل الأهلي بيحاول يجهز بودلاء وبالنسبة له مصطفى شبير دلوقتي مستوى تحسن أو مستوى ظهر قدام الناس بشكل جيد جدا وبالتالي بس الأهلي برضو هيخاف من الفكرة دي وده اللي الأهلي بيفكر فيه دلوقتي هل يرضي اللاعبين ماديا هل يرفض العروض هل يقبلها ده كله في النهاية غير الأمر الإداري متوقف على قرار فني من مستر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللي حضر النهاردة التدريبات واستأنف معه الأهلي تدريباته استعدادا للمواجهات المحلية بحالة معنويات عالية جدا بعودة كولر وبأول تدريبات بعد التتويج القاري اللي خد الأهلي بعد راحة لمدة ستة أيام ترجمة نانسي قنقر